الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن وله حتى تهنئة العيد غيروها وبدلوها أصبح الواحد من الأشرة والعائلة إذا أراد أن يهنى عمه وخاله وجده بالعيد يكتفي بأن يرسل ورده وبعض الكلمات على الطائر سطرين هنيكم بالعيد لضح حاله الله علينا وعليكم باليمن والبركات أن تدقى القضية حتى لا يكلف نفسه عناء أن يسجل له تسجيلا ولا يكلف نفسه عناء أن يجوره ويدق عليه الباب هذا خلل عظيم أيها الأخوة في الوصل هذه قطيعة نعم هي نوع صلة رحم لكن ما تغني أنك تصل ببدنك لأقربائك ولعمك ولخالك ولابن أخيك ولابن عمك إيش هذه ترسل كلمات عبر الواتساب وغيرها وإذا كانت وإذا كان المجموعة من العائلة كالخال والعم والد العم وأشبه ذلك في مجموعة يعني في جروب واحد هذه طامة أيضا فكل واحد يرسل كلمتين وأنت القضية عيت عليه وقمت بدوري هذا ما يصلح يا أيها الأخوة أين زمان أين زمان حين يجتمع الناس على يوم العيد على الغداء وعلى المأكلات وكل أن يقبل آخر وكل أن يسلم على آخر ويرى هذا هذا أصبح العيد هكذا حتى ولد العم لا يعرف ابن عمه وحتى الأبناء وهؤلاء الصغار ما يعرف هذا خاله وهذا ابن عمه يقول له من هذا قل ما دري وهذا من قل ما دري وهم أقرباء لا يا أخواني هذه المعايدة عبر الواتساب وغيرها تصلح إذا كان الواحد في المستشفى أو في بلاد بعيدة الآن الواتساب ممكن أن تكون في مكالمات مجانية تتصل حول العالم مجانا حتى هذه لما يسرت أصلح فيها قطيعة هذا ما يصلح هذا نوع قطيعة إذن لنرجع إلى ما كنا علي قبل من الزيارات ومن أخذ الأولاد إلى عمهم وجدهم وخالتهم وأشبه ذلك مما لهم فيه قرابة هذا هو الأصل وزيادة على هذا فإن هناك أناس لا يتعايدون ولا يقدمون التهنئة إيش حصل القطيعة من كبار والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل يسدلنا في الأرض ولا كم الخاسرون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل جنة قاطع يكتفون فقط هذا من عيد إلى عيد بإرسال وردة هل هذه تهنئة مشروعة؟ هذا لأهل الأعذار ليس مفتوحة لكل أحد فلا تنبه إلى هذا ترجمة نانسي قنقر